السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في السنة الثالثة متوسط لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي نشوفوا اليوم ملخص الوحدة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية إذن يلا ما نخليش الدروس تراكم عليها وإنما لازم نفهم على الأقل نفهمه بشاكذا في الفرد والاختبارات ما يكونش عليها تراكم بدون إيطالة نبدأ بالوحدة الأولى في اللغة الإنجليزية اللي تهضر على وشنه؟ معنتها أنا والاهتمامات التوعي المهارات والقدرات وكذلك الشخصية التاعي هذا وشح نقرأه في الفصل الأول في الوحدة الأولى إذن يلا أبنائي نبدأ نعرف بنفسي مداما ويقول لي اهتماماتك القدرات التوعك ما هي المهارات وشنه هي الحاجة اللي تحبها ما تحبهاش إذن كل ليراني نعرف بالنفس التاعي إذن أول شي هذا يعني يطيح لكم جينيغا المو وضعية إدماجية احنا نوريكم كيفاش تدير وضعية إدماجية ما تحفظوها ما ولو إذن يلا نعرف النفس التاعي معلومات عن نفسي أنا ميمة عندها أنا وش احنا أعطي لهم؟ احنا أعطي لهم نيم ليه الإسم احنا أعطي لهم الأيج اللي هو العمر هير آيز عندي ويت سيتي جوب هدو كامل بالنسبة إلى المعلومات الشخصية التاعي مع أنت هنعطي لهم الشعر التاعي كيفاش عامل الوزن التاعي الطول اللون الأعين مثلا إذا أنا ستودنت ما فهم معتها ولا نعمل المدينة اللي يسكون فيها معنتها كما احنا نقوله معلومات شخصية هذه اللولة اللي نبدأ بها مورها جي ماي أبليتيز اللي هي القدرات وشنو معنتها القدرات؟ معنتها حاجة نقدر عليها ولا حاجة ما نقدرش عليها إذن تلقوها كيفاش تلقوها؟ I can ولا I can't كي نقول I can معنتها أستطيع I can't معنتها لا أستطيع مثلا نعطيكم مثل I can play football إلى غير ذلك معنتها أنا أستطيع ولعب كرة القدم I can't معنتها أنا ما نقدرش ندير هذك الشي مفهوم؟ معنتها عدم القدرة إذن هذه بالنسبة إلى الثانية النقطة الثالثة اللي هي الاهتمامات التوعي وشنو هي الحاجة اللي أهتم بها ولا نقدر نقول أحبها إذن نقدر نحبها كما نقدر ما نحباش نفس الشيء كما القدرات حاجة يا نقدر عليها يا ما نقدرش إذن الاهتمامات نلقوها ب I like ولا I dislike ولا I dislike ولا نقدر نقول I hate معنتها أكره إذن مثلا I like pizza I dislike football مفهوم؟ إذن على حساب الحاجة اللي رأني مهتم بها أو غير مهتم بها وفي الأخيرة عندي personality اللي هي الشخصية كيف أجعل من الشخصية تاعك؟ مثلا يعني نظر على الشخصية المعنوية لأنه خلاص اللي هنا أعطيت لهم الفيزيائية الشخصية على المعنويات تاعك polite nervous إلى غير ذلك calm معنتها الواحد اسكو هو calm لطيف إلى غير ذلك مفهوم؟ واحد من نرفي وهكذا إذن مفهوم؟ هذه بالنسبة إلى كل وحيدة والمعنى التاحة إذن كيفاش نعرفها بنفسي؟ مثلا كيفاش نبدأ الوضعية الإدماجية؟ نبدأها هكذا hi my name is ونكتب الأسم هذه سهلة i am معنتها العمر التاعي نكتب 14 13 إلى غير ذلك years old مفهوم i'm from ونكتب البلد Algeria إلى غير ذلك i'm algerian معنتها الجنسية i live with my family in ونكتب المدينة city ل مثلا الجيرز قصونطين إلى غير ذلك i have ونبدأ نصف في الوصفة التاعي قلنا فيزيائيا مفهوم هذه بالنسبة الهادي لي باللون الأزرق يلا ability كيفاش نقول عليها كين كين كمن هادو كامل صفات التوعية الفيزيائية نقول i can speak english معنتها أنا أستطيع تكلم اللغة الإنجليزية نحب نزيد نزيد حاجة وحده خلا ما نقدرش عليها نزيد نحب نزيدها شنحبس i can speak chinese معنتها لكن لا أستطيع تحدث اللغة الصينية نهبط مورها غير نكمل مع المهارات والقدرات نهبط للإهتمامات إذن وشنه هي الإهتمامات التوعية على حساب مفهوم نقدر نقول كذلك أبنائي i'm interested معنتها أنا مهتم ب in كذا وكذا صح برك الحاجة هذه زيدوا لها ing نخدو مثال نقدر نقول i'm interested in reading books معنتها أنا مهتم بقراءة الكتب مفهوم ولا i like ولا i love يعني اللي حبيت اللي جدكم سهلة خدموا بها مفهوم بشا كذا ما تكونش عندكم الأخطاء ملائية يعني جتني هذي صعيبة ناخد i like اللي نعرفها من الأولى متوسط مثلا i'm not interested أنا لست مهتم بكذا وكذا مفهوم ولا نقدر نقول i don't like i hate i don't love كذلك تعتبر صحيحة كي نروح الأخيرة personality اللي هي الشخصية تعيقونا دوما الشخصية ناخد الشخصيات ولا القضي معنويا إذن هذا بالنسبة إلى الصفات المعنوية يعني الموجبة معنا المليحة والصفات السلبية معنا أي إنسان يخي عنده كما عنده صفات إيجابية عنده صفات سلبية مفهوم ناخد cool معنا رائع عندي respectful معنا محترم shy خجول hard working مع أنت أعمل بيجد friendly صدوق إلى غير ذلك ناخد بعض من السلبية nervous عندي lazy عندي impatient مع أنت واحد كاسول غير صابور يغضب تمتم عصبي وهكذا إذن يلا وش قلنا هذي يعطوها لغير في الوضعية الإدماجية ولا يعطوني الأسئلة من النص إذن إذا الوضعية الإدماجية قلنا غير هذول hi ولا hello my name is ونكتب العمر years old من سهاش I'm from Algeria I live in Algeria كل واحد يكتب المدينة أنا تلميذ في ونكتب المتوسطة تعي تلقوها في السجد تعكم الفوق I'm writing to tell you about me أنا أكتب لك لأخبرك عني I'm cute مثلا girl مع أنت أنا فتاة كما نقول cute ولن نقدر نقول cool boy مع أنت أنا طفل رائع يلا كما قلون يشكر روحه I'm tall I have long black hair مع أنت أنا طويل وعندي شعري اللون السود وطويل I'm big brown eyes مع أنت اللون تع الأعيون تعي كبار وبني I can do many things مع أنت نقدر العديد من الأشياء وشنو هما at the same مع أنت نقدر ندير عديد من الأشياء في نفس الوقت أو أعط مثال like reading painting إلى غير ذلك مع أنت نقدر نقرأ نقدر نرسم مع أنت هذورهم أبناء قدرات but لكن I can't sing or dance لا أستطيع الغناء أو الرقص هذا الحاجة ما نقدر نديره I hate أي I hate going shopping مع أنت أنا أكره الذهاب إلى التسوق مع أنت هذه حاجة ما يحبهش ولا ما تحبهش I'm very kind مع أنت أنا لطيفة جدا because I always help people مع أنت أساعد الناس إذن كي شفت رح بلي تساعد الناس عرفت باللي هي فتاة طيبة I'm patient and friendly too مع أنت أنا كذلك صبورة وإنسانة صدقة مع أنت تمتم يعني تولي صديقة الناس فهم إذن هادو بالنسبة إلى الوضعية الإدماجية بل ما نحفظها يعني ما نشوفش باللي حاجة لازم تتحفظ نقدر من النص التاعي نعاود فقط نبدل المعطيات التوعي لسنصي نكون فهم الكلمات هذا ماذا تعمل إذن هذا كان بالنسبة إلى ملخص الوحدة الأولى في اللغة الإنجليزية للتالت متوسط أبنائي نكمل باقية الوحدات سواء في اللغة الإنجليزية أو باقي المواد كالعادة اللي عنده أي سؤال وليس يفسار يخليهلي في التعليقات نجاوه من شاء الله عليه في أقرب وقل ممكن وأبنائي كالعادة هذا الملخص رح نتصيبه على شكل صورة في الصفحة تاع الفيسبوك وكالعادة بتوفيق للجنوع